السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوساموري هاد نهر ان شاء الله نتكلموا على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانب انا في حقيقة حاولت انني نلخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كيل المربي اللي كيديروا حد الاخطاء ويعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطيحوش فيها تنتهم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس اللي محترفين قدرو يتهموا ياخدوا واحد النقاط من هالفيديو انهم هادك نقاط شائعة بين الناس في تربية الانانب اول خطاء وهو عدم اعطاء تحصين او التطعيم شح الموعد يقول لك لا نرى اني عايشين عندي الانانب بغيها كاك راني مكان فيهم لد ولا ولا كونوا متأكدين ان هاد الشائعة رها خاطئة 100% انه كاينين امراض موسمية اللي لا بد ما تجي الانب وخصنا نطعموه الانب لنا ونحصنوه نديرو التحصين هاد تحصين راه كالانسان كلنا راح ندار بين الجلبة اي واحد راه ندار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليسر كتجي من واحد الوقت الوقت الثاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شح الموعد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوج معالق في فليترو معليش باش باش يزيدوا مازال يكابلوا مازال مازال هادي تحياء خاطئة كاين اللي كي بغي يضرب ليبرى وكي يحاول يزيد كثر في الجرعة هادك الجرعات يلزتوا فيهم ركاة دواء الدواء توا راه ناشي يلزتوا الكمية انها تبرى ضغيرة لا الكمية اللي معطاتها هي اللي يخصك تديرها تالت حاجة وهي النظافة شح الموحد كيهمل النظافة هادي دي ما كان اضبع لها في الفيديو ديالي دي ما يبغيتوا الانان بدي لكم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج مرة مرة الما يتبدل مرة مرة لذلك الزنكات تحتانية تغسل لما لا واحد نهار تشمشوا تلك شي كامل تديرون في واحد الخنشاء الارانيب ديالكم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكيل مزيان احتها رابعة حاجة وهي اعطاء الماء الارانيب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك لا ما كان عطيه وشحنا يقع الارانيب ديالنا الماء وهي في حقيقة رغمشي ماشي 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 الارانيب ما كيشربوش لمارا هم عايشين ما يمكنش مني بحث في هذا الموضوع لقيت ان هاد الناس اللي كيكونوا ديرين ديرين هاد هاد الفكرة هذه كيكونوا مدينش ليكاج اول حاجة يكونوا ديرينهم غي في الارض يعني كيحفروا مساكن هادوك الارانيب كيحفروا وكي مشوا يقلبوا على شيء مصدر ماء وكيشربو منو او كينا واحد اخرى ان الارانيب يعني اللي عايشين في اللي كارش حنا كسموه كنعطيهم كعطيهم السيكالين حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كيعتهم واحد النبات اخضر كيستنب طوامنوا واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كين في النبات كيعيشهم صافرها محل يرام شربين الماء ولكن هاد يراها فكرة خاطئة اما فيها باس اعطي الارانيب واحد طويسة ديال الماء وتباس بديلها مره 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 انا كل شيء اي واجعلنا من الماء كل شيء حي اي حاجة كائن راكيشرب الماء كيفاش طريقة كل واحد عطيه سيدي ربي كيفاش كيكي نبسة راكيك تشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء كينوح القادية اخرى ديال وهي فحقة غريبة انا هدي هدي يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هاد البلاد بعدها اللي احنا فيها وهي قل لك يعطيه الارانيب الحبوب منع الحمل يعني هاد يرا هاد يرا بوم فدفة ليامات وقاع الناس كلهم كيمشي ويشريوا هادك الحبوب ديال منع الحمل ديال الادوية ديال الباشر ديال المرأة اللي كتستعمل الادوية وهو ما باش كي يربحوا كثر كيمشي وياخدوها من السبيطار وكيبقوا يعطيوها كيدلو ديال الحبيبة كيدلوها في معلمة كيدلوها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة بحبوب الحمل لاني ما كتموت بشي صيلة للارانيب هادي انا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لدى النقطة لاننا راها فكرة شاعة فدليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كي نعو تاني بالمئة في القادينات بالشمس الشمس الكاج مره مره يتشمش في الارانيب ولكن باش يتوجيه اشيعة الشمس مباشرة لجسم الإرانيب لا هادا فكرة خاطئة انا واحد اخرى اوتاني ايه توجيه الطيارات الهوائية مباشرة سنقوم بعمل فرفرة ونقوم بعملها مباشرة كتضرب الأرانيب من قلوب اليار ستبردهم إذا ما ستبردهم ستمردهم 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 بالزكام ستمردهم بأمراض التي ستمردهم يعني ديما الفرفرة تكون معلية لفوق أو الكوروندير يعني تكون كتضرب في واحد جهة يعني تتمص من جهة الشرجم أو لا وتضرب في الوسط الأرانيب وتضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جهة أخرى أو الفرفارات اللي كيكونوا كيدوروتاهم ممزيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشة قد ترش عليهم البرد تهدوك أفضل قاع إذا التيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الأرنب كين فصل الصيف النقطة أخرى وهي فصل الصيف كين لي كيقول آه هم ساكن راهم كين هتوا بزاف قدي نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة هادوك يتوادعوا معهم لأن المعدة ديالهم ما كتستحملش وشحال مواحد مشالو الأرنب بهذا القادية دي أنه كيعطي المياه باردة للأنانيب خاصة يكون الماء الحقيقة هنا ضرب في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاصة يكون ملائم للغرفة يعني إما المزرعة أو الغرفة اللي نتقوم فيها أو السطح خاصة يكون ملائم ما يكونش بارد بزاف أو سخون بزاف لا يكون مؤتاديل أراقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوا منه إحنا تهم ما يشربوا منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيونا هذي نقطة كين وحد القادية كين ناس اللي دائرين أنانيب هما مبغينش يصرفوا عليهم احترية بسمه كيديرو كيمشوا ويجمعوا الخضراء التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكي يعطيوهم هذي هذي نقطة رقيتها في واحد في واحد الحياة نهنا ياها ما مشكيلة كيمشوا ويجمعوا الزبل حشكهم يعني كيجمعوا من من البوبيل وكي يعطيوهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاكرا مشي اقتصادة ذاكرا را تعفون ويقدر الأرنب يموت وتادك الشي اللي كي يعطيوهم را كيكون كابر بوحد طريقة مشي هذيك مهمة لاحو له قوة إلا بالله كين فكرة أخرى عوتاني هذا البابيون را بغي خرج كين فكرة عوتاني وهي الأخيرة وهي اللي مهمة في الأرنب كاملين في تربية دي الأرنب وهي ما نكشفوش الأرنب دينا على شي واحد غريب ولو يكون هذك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كي ما كيشوش فيهم بوحد تشوفها خيبة ولكن حاولوا أنكم الأرنب دياركم ما توريهمش للناس وخي يكون الجار وخي يكون الأهل دار الأهل ديار دياركم راوا معايشين معهم هما راهم حساسة هذ الأرنب كي يحسوا بزاف يلمشوا وشافوغي واحد الواحد غريب كي بقى كمش في واحد الجيهة تلغد ليه كي بقى يموت واحد مور واحد علاش لأنه ركب وريتي الأرنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا بما شافوه كي يخافوا هذ الأرنب بحال من ديره في الحقيقة أنا لا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش الموضوع هذا نلسقوا المشاهد في في الدكرة ديالهم يقدرش يحيل منها هذ الموضوع ديال الأرنب تربيه الأرنب ديال بحال واحد شمعة شعلة هذ الشمعة إذا لمشي تتوجهتها للريح كطفة إذا لمشي تبقى تديمة ديالها واحد الكوفير من هنا ومن هنا ومن هنا غريب يديك لم يديك عليها أنها ما غاديش طفة مشروع الحمد لله قاعد اللي دارو نجح فيه واخا المصاعب ديال في اللول الإنسامك يكونش عارف واخا إلا صبرتي في هذا المشروع كون متأكد أن على الأقل غادي يكون عندك اكتفاء ذاتي المنزل ديالك من الحمد ما غا تقعوش شريو للحمد هذي متأكد منه ولا صبرته وطورته المشروع أمكتوش كتصرف ورس المال وكتزيده وطوره 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 غير تطور غير تطور وطوره واحد النار غادي يتلقى عندك واحد القاطيع ديال الارينبلي ما غاديش ما غاديش تقدر قاع قاع تقابله خس خدام خور باش يقابل معك كونوا متأكدين انها تلقى ديالك إذا مشاريع زوينة على هذه الشكلة هذا المشروع حسن من المواشي وحشن من الدواجين لأننا كل شهر تقدر تلقى خلفها جديدة ولو ما تكونش من نفس الأم ولكن إذا عندك واحد تمانية الأمهات ولا أستة الأمهات كل شهر عندك خلفها جديدة أو وجوج خلفات أو ثلاثة أو كين الناس اللي يكونوا متمكنين كونوا متأكدين يقولوا عندهم ربعات الخلفات أو خمسات الخلفات في الشهر وهي غيع سميتوا واحد القفص صغير وهو عرف كيف يخدم وعرف كيف ناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وعطاهم الوقت راح واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات دي الفيديويات الحمد لله ديوتيبر عاطينا واحد الكنز يعني أنتم تواصلوا المعلومة مسيطاتش على دي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندما كل شي دبا المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تتفاش موضوع ديالنسالة هاد الأخطاء أنا حاولت نوضحها لكم باش أي واحد عنده شي خطأ من هاد الأخطاء هذي وهي شائعة نقول لكم انا كنسووا الناس نبحثم هدي كنلقاء هاد الأخطاء ر EL LEPE يعني hell اسمحدة خطأ من الاخطاء حاولوا أن نتضانكو؟ هذا شي يعني من الاخطاء تجربت هاي الأخطاء وب decorations مثل أ هد نوضح هنا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا وZim وضعوا aluminium الجرس كي يصلكم جديد ديلي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة واشترككم بركة رمضان كريم الى اللقاء